على اثر مصرع جندي واصابة اخرين برساس مطلوبين قبل ايام توغلت قوات مشتركة مدعومة بسلاح الطيران في عمق الاراضي الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان لملاحقة عصابات الجريمة وبالتزامن معها نفذت قيادة عمليات الرافدين حملة مماثلة بغية تضييق الخناقي على الخارجين عن القانون حتى المناطق التي تؤوي هذه العصابات اليوم داهمتها قطاعاتنا وكذلك نتعقبهم إلى المناطق التي يلتجون إليها في الحدود الفاصلة بين البصرة والعمارة في شمال البصرة وعثرت القوات العراقية خلال حملتها على ذخائر وأسلحة علاوة على دراجات نارية يستخدمها المطلوبون للتنقل في هذه المناطق التي يسعب فيها حركة العجلات العسكرية لشدة عورتها لذا اعتمد عناصر الأمن على أسلوب التفتيش راجلا عثرنا على أسلحة وعلى دراجات تستخدمها العصابات قطعاتنا ستكون حقيقة من منطقة الجوابر والصخريشة وباتجاه منطقة القرنة والمدينة ستباشر خلال هذه الفترة بتعقب المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتشكل هذه المناطق الشاسعة خطرا على أمن البصرة وميسان بحسب مسؤولين بعدما أضحت أوكارا يقبع فيها عشرات المطلوبين مستغلين الطبيعة الجغرافية للتواري فيها واقترحوا حزمة إجراءات للقضاء على التهديد الناجم عنها طبيعة وعورة المنطقة يساعد على هروب مثل هكذا عناصر وخصوصا أنها تمتد إلى مساحات واسعة إلى الحدود خارج العراق ثانيا التركيبة العشائرية لهذه المناطق تجعلها مناطق مناسبة لإيواء الفارين من قبضة العدالة الحملات العسكرية جزء من العلاج وليست كل العلاج نحن بحاجة لتعزيز الحس الأمني في هذه المناطق لا فقط بمسألة التواجد العسكري على مستوى قوات الأمن الجيش والشرطة وفي الوقت الذي أيدت فيه الحكومة هنا شن حملات عسكرية لتطهير القرى النائية من المجرمين دعت إلى مسك الأرض فيها من قبل القوات الأمنية وعدم تركها حتى لا تصبح مأوى لأفراد العصابات المسلحة أكيد يجب أن لا تترك هذه المساحات فارغة أمنيا حتى تستغل من قبل المجرمين والمهربين أو الإرهابين استهداف مخابئ المطلوبين في المناطق الوعرة عند الحدود الفاصيلة بين محافظتي البصرة وميسان جاء لإنهاء ملف الملاذات الأمنة التي يتوارى فيها الفارون من العدالة من قبل القوات المشتركة سعد قصي الحرة مدينة البصرة